نروح لاتحاد الكورة اتحاد الكورة المصري قرر سداد مستحقات كلوس كيروش المديل الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري حيث كشف مصدر باتحاد الكورة ان لائحة مكافئات المنتخب الوطني بالجنيه المصري لذا سيتم ارسال مستحقات كيروش المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار بص انا مش عارف بصراحة هل اللائحة بتقول ان المدرب الاجنبي اللي بياخد الراتب بتاعه بالدولار لما يجي ياخد مكافأة بياخدها بالمصر ولا أه بس هظن هظن إنه ده حقيقي هظن إنه ده حقيقي إنه اللقاحة بتقول إنه المدرب الأجنابي اللي كان بياخد بالدولار لما يجي ياخد مكافأة ياخدها بالمصر لو معي اللقاحة دلوقتي هقول وعيد بصراحة مش معي اللقاحة فمش إيه مش هدين اتحاد الكرة وممكن يكون ده موجود فعلا في اللقاحة بكل تأكيد المهم كيلوش يبقى مرضي ويبقى بقى يعني يعملناش دوشة تاني مو بيبقى مرضي لو أخد الفلوس بالمصر يخدها بأي حاجة بس مرضي يبقى خلاص خلصة الحكاية مش محتاجين نتكلم عنها كتير